جاءت مشاركتنا في المعرض الثاني للتنمية الزراعية والحيوانية إيماناً منا بالدور المعارض في التدخيف ورفع الوعي لدى المربي ولدى المستهلك أيضاً الإبراز للدور التي تقوم بها الشركة الليبية الدولية في مثل هذه المحافل والتعريف في المنتجات التي نقوم بتوريدها من الخارج شخص الشغل أن نحن يعتمد على اتباع الأمور العلمية سواء كان في استخدام الأدوية البيطرية أو المعدات الحضاير اللي تكون مطابقة للاحتياجات العلمية للطيورة والحيوانات داخلها أيضاً في مخصص الموظفات العلافية نحاول تكون مصادر أوروبية وعربية بس تكون أيضاً ضمن المقييس وضمن المعيير اللي هي أيضاً تحفظ ما هو علي دول الليبية من الدين الإسلام ما فيش هاش يكون مخالفة للشريعة في المواد نحن نستوردوها سواء كانت برمكسات أو مضافات أو أي شيء تاني حقيقةً هذه المشاركة الثانية لنا في معرض ليبيا للأمور الزراعية ومستلزماتها ومصانع الأعلاف ومصانع الدقيق نحن متواجدون في السوق الليبي منذ القدم يعني نعتبر من الشركات الأولى المتواجدة في السوق الليبي كشركة تركية من عام تقريباً 2007 متواجدين في السوق الليبي ويشرفنا هذا الأمر وإن شاء الله سيكون في مشاركة قوية جداً إن شاء الله بين الدولة الليبية والدولة التركية إن شاء الله وسيكون هناك مشاركة في المشاريع على المستوى الصغير وعلى المستوى الكبير إن شاء الله بما يثمر بنجاح البلدين إن شاء الله وتمنى التوفيق إن شاء الله لكل البلدين